عزيزة عليكم حرشة الزنقة وما كتصدق لكمش بحالها في الدار فاليومة جبت لكم حرشة غزالة محمرة من تحت ومن الفوق بجميع الخطوات جيكم ان شاء الله احسن الف مرة من ديال الزنقة بخطوات سهلة بسيطة كتجي شيشة حبة حبة ومحمرة من تحت ومن الفوق فتبعوا معي ان شاء الله باش تعرفوا على المكونات وطريقة بسم الله على بركتي الله بالنسبة القياس ديال السميدة غدي يكون كتير شوية بالنسبة اللي بغات حرشة صغيرة تدير غير نصف المكونات فغادي نحتاجوا السدية الكؤوس من السميدة السميدة المتوسطة الخاصة بالحرشة والبسبوسة فبالنسبة السميدة انا كنجيبها دائما غير بالعبر كتصدق من زيانة يعني وكنعمل بيها كل وصفات غادي نضيف على السميدة نصف ملعقة صغيرة من الملح وغادي نوضع ايضا ملعقة كبيرة غير مملوئة من السكر بالنسبة للسكر كيبقى اختياري تعمله او تستغنو عليه او لا تعودوه بالعسل غادي نخلط جيدا السميدة مع الملحة السكة وغادي ناخد نصف كأس من الزيت بالوافي يعني نصف كأس وافي وغادي نحاولو ندخلو في السميدة ديانا اولا نبسبسو السميدة جيدا بالزيت مرحلة هادي مهمة جدا في تحضير الحرشة ديانا بحايت فاشكا ندخلو الزيت جيدا في السميدة كتجينا حبا حبا وكتجينا سوينا فغادي هكا تبقاو تحاولو هكا تمعكوها ما بين يديكم وتعطيوها يعني الخدمة ديال جوجد قياق هكاك وانتو ما كتبسبسو كتبسبسو حتى السميدة كتشربنا الزيت غادي ننقص واحد شوية ان شاء الله باش غادي نرش به المقلة ونديرو على الوجهة الحرشة والسميدة كتكون على هات الشكل دابا في هاد المرحلة اضيفو كيس واحد من خميرة الحلويات انا في هاد المرحلة انسيتو غادي نضيفو بلتي شوية ضيفت كأس من الحليب بايدا ما متوفرش الحليب ممكن تديرو غير الماء لكن هاد الكاس ديال الحليب كيعطيها واحد للدل زوينا فاضيفت الكأس الاول كأس حليب ثم كأس من الماء وانا كنخلط فهاد المرحلة غادي نخلط غير شوية وغادي نضيف الكاس ديال الخاميرة فتضيفوه ماشي مشكله خط ضيفوه حتى لهاد المرحلة او لتضيفوه قبل ما تضيفو السوائل وتخلطوه جيدا الخاميرة مع السميدة وعاد نضيفو السوائل بالنسبة الخاميرة نضيفوها بواسطة مصفات باش كيس هالعلينا وما كيجيوناش الحبيبات ديال الخاميرة ف الحرشة بالنسبة الكيس الخاميرة كي عاد لنا 8 غرام فاش كي نبدو نضيفو السوائل في الحرشة ديالنا كنخلطوه غير برؤوس الاصابيع ما كنعجنوش غير كنخلطوه في هاد المرحلة غادي نزيد نصف كأس من الماء فالحرشة ديالي رفدت لي كأس من الحليب وكأس ونصف من الماء بالنسبة السميدة ديالكم غادي تشوفو القاوم اللي ما تكونش الحرشة ديالنا قاسحة وما تكونش خفيفة حتى تشوفو هكذا السوائل كي خرجوا لا تكون هكب واحد القاوم اللي ما بين أو بين بالنسبة انا رفدت لي جوش كؤس ونصف من السوائل غادي ناخد المقلة اللي غادي نطيف فيها مباشرة يعني ما كنت ستنوشي واذا كنت عندكم المقلة من دهونة من قبل يكون احسن غادي ندهل المقلة جيدا بالزبدة او لدهنه بالزيت غادي ناخد السميدة اللي كانت نقصت بسبسة بالزيت غادي نزيد عليها نصف كأس من السميدة غادي نخلطهم مع بعض وغادي ندير هكا واحد طبقة لا بأس بيها في المقلات بحيث ان السميدة كلها تلتسق بالزبدة حرشة دينا كتجي فيها واحد طبقة زوينة ديال السميدة وكتجي ها الطبقة هادي بنينة وايضا ما كتلتسق لناشي الحرشة بصفة نهائية كنحي الدك الزائد وغادي نجيب هنا الحرشة يعني مباشرة ما كنت رتحوها موالو غادي نرشع ديها القليل من السميدة اللي عدنا مخلطة يعني من قبل نفس السميدة اللي رشينا بها المقلة غادي نرش الوجه ديال الحرشة وغادي نقلبها بهذا الشكل ثم غادي ناخد واحد الزلفة ديال الماء هي اللي غادي نبدا ندير فيها أصابع ديالي ونقرس بديروش السميدة ديروية ديكم في الماء وقرسوا ولكن ما ترفدوش الماء بزاف في ديكم غير هكا دهنوا الأصابع ديالكم وبقوا غاديين هكا من الوسط والجوانب حتى تسرحوا الحرشة وغير بالمهال كنوا متأكدين أي وصفة كيف ما بغد تكون كل ما عطيناها الوقت وكل ما مشينا معها خطوة بخطوة غادي نحصلوا على النتائج اللي كنبغيوه فهنا للأسف ما تصورت ليش اللقطة مباشرا بعد ما كنقرسها وكيكون وكك الأسبع ديالي متراسين في الوجه كناخد غير هات السميدة اللي نفس السميدة اللي رشينا في المقلة وكنبداها كنوزها على الوجه وكنقرس بيها لكن حتى كنكونوا حصلنا على السمك اللي بغينا في الحرشة فكنحيد هات الزائد ديال السميدة حتى من فوق الحرشة كتكون واحد طباقة لا بأس بها من السميدة يعني الحرشة ديالنا كن نغطيوها مزيان بستميدة هنا غادي تجيبو هكا خشبيدة عندكم أو لمقلة ولا أي حاجة اللي يكون الأسفل ديالها أو للقع ديالها متساوي وغادي هكا تحاولو تبسطوا الحرشة ديالكم باش كتشد راسها وما كيبغاش فيها الفرغ فبهات الشكل كنقدها مزيان مزيان باش الوجه ان شاء الله كيجي بحال تحت بحال الفوق ما كيكونش الفرق والحرشة ديالنا ما كتنفخناش وقدرنا داك الفقاعات من بعد غادي ناخد ملعقة وغادي ندوز بها كم الجوانب وكنساوي بها حتى من الوجه ممكن تقدو بالملعقة لكن من الجوانب ضروري هكا تدوزو بالمعلقة باش هكا كتساوي لكم جيدا وملحاشية وبالنسبة ممكن تخدموه حتى بستاتيولا حتى هي كتخدم زوين وكتقدم زيان بالنسبة لمقلة سواء كنت عندكم هادي اللي بلا جناب أو اللي بجناب فنفس نفس الطريقة غادي تديرو يعني تقدم جناب تقدمنا للوجه بنفس الكيفية غادي نشعل النار نار ليتكون متوسطة وغادي نحط الحرشة ديالي اولا غادي نحط المقلة ومباشرا بعد ما نحطها اما تجيبو خشبة ولا تجيبو الصينية ولا تجيبو شي مقلة أخرى وتحطوها على الحرشة وتبقاوها كمرة مرة كتدورو والنار شعلة بالنسبة من اللي احسن تكون شي حاجة باليد باش ما تشت سخانة فبالنسبة للصينية بدلتها بالخشبة لانك تشبر سخانة وكي صعب عليها نبقى كل ساعة كنحركها فغادي نبقى بهاد الخشبة في الجيهة اللي كندور عليها العافية كنحط عليها الخشبة باش ما تنتفخش وتخرج ديك الفقاعات والمقلة كنقلبها كل شوية على الجيهة باش ما تبقى شي النار في الوسط فقط ويتحرق لنا الوسط والجوانب يبقى وهكا كبايدين بغينا جينا الحرشة كلها في لون واحد من بعد ما كنحسو بالحرشة ديالنا تحمرات من الاسفل الوجه ديالها حتى هوية كينشف وكيقسح بذاك الحرارة اللي يعني كنحطو الخشبة وذاك الحرارة كترجح فيها يعني لتا الوجه كيقسح وكيبقى وجه اللي متساوي والحرشة ديالنا كتشبر راسها فهد الاثناء ان شاء الله غادي نقلبو الحرشة ديالنا فبالنسبة المبتدئات اللي ما بغاوش يقلبو ممكن فهد المرحلة تدخلوها الفرن تتحمر معل الوجه بالنسبة اللي بغايتها يعني تقلبها في المقلة وتحمرها ايضا من على الوجه ممكن فبالنسبة لهذا المقلات اللي كيكونوا بلاجنة فالقلب قلبت بهات الشكل مباشرة كنشبر غيفلي الدنقو كننزلها على الصينية والمقلة ضروري تنضفوها جيدا من السميدة باش ما يجناشي الوجه محرق ندهنوها بزبدة ولا بزيت ونقلبو ان شاء الله الحرشة ديالنا بهات الشكل بالنسبة ايضا عندكم المقلة بالجوانب غايت قلبو بالشكل العادي غايت تحطو الصينية وغايت تقلبو ومن بعد غايت تحطوها في المقلة يعني بالطريقة العادية فالحرشة ديالنا كنرجعها على الوجه باش تتحمر كنوا متأكدين بان حتم الوجه كدجي محمرة اكتر واحسن من الجهة السفلية يعني ما كدجيش فيها الجهة حمراء وهدجيها لا اولا فيها الفقعات كدجي بحل تحت بحل الفق كدجي شاد دارسها مزيان مزيان والحمورة اللي رائعة جدا فكي كتشوفوك هالطبقة هدي مقرمشة محمرة ايضا طبقة السفلية غادي تكون بحلها من بعد ما كدشد لي الحمورية كنحييدها كنحطوها في الصينية ولي على خشبة وكيكون هادا الشكل ديالنا من بعد ما كنقسمو حرشة ديالنا هذا الوجه وهذا الاسفل يعني كدجي كيف الفوق كيف التحت ومن الداخل كدجي شيشة بزوينة منسبة اللي علو بوتوها غليدة تغلضو او رقيقات ترقونتو ما كدتحكمو الاهم ان الحرشة ديالنا كدجي تماما بحل ديال الزنقة واحسن بما انها محضرة في الضرب كنحضروها فوقت قياسة يعني ما كتشدناش الوقت نهائيا ما كنعطلوها لا تخمر ولا تبتلي لكلها بسبسب الزيت من الداخل كدجي حبة حبة وهشيشة كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها حد فعلا كتستحق التجريبة كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحة والعافية كنتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم كنشكركم جزيل شكر على حسن المتابعة الله يحفظكم ويجازيكم بكل خير تهلا ولي افراسكم تلقى في فيديو اخر بحولنا مع وصفة جيدة او اقتراح جديد دمتم في رعايتي الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة